مرحباً مجدداً إلى هذا الجزء من النافذة والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا لليوم الثاني على التوالي استمر سقوط الثلوج على مناطق مختلفة من ريف إدلب الأمر الذي أدى لقطع الطريق الرئيسية والفرعية مما تسبب بشلل كامل في حياة المدنيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي جبل الزاوية في ريف إدلب وصلت فرق الدفاع المدني محاولاتها فتح عدد من الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج لتأمين مستلزمات المدنيين والنازحين في القرى والمخيمات والله العظيم الله يكون في عون البشر عالم الشرطي قاعدة في الشوارع قاعدة في الخيام لا مأوى لا أكل لا شرب الله يكون في عون البشر لا مأوى ولا خيام ولا أحد يربل عليهم ونلا في الشرب الله يكون في عون البشر ويعاني المهجرون من أحياء حلب الشرقية في أحد مراكز اللواء بريف إدلب من ظروف إنسانية صعبة بسبب افتقادهم للكثير من المستلزمات الأساسية والعاصف الثلجية التي ضربت المنطقة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسية قنقر دشنت مؤسسة قطر الخيرية حملت سوريا برد وجوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لمساعدة آلاف النازحين وتوفير ما يحتاجونه من غذاء وكساء ومأوى واليوم بسم الله وعلى بركة الله تطلق قطر الخيرية حملتها لعام 2017 بعنوان سوريا برد وجوع والتي تهدف من خلالها إلى تقديم المساعدات اللازمة للأسر السورية في الداخل والخارج من أجل المحافظة على حياتهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة الشتاء وما يحمله من برد وجوع ونظرا لما تشهد حلب خلال هذه الأيام من كارثة إنسانية يندى لها الجبين وتعتصر لها الأفئدة وتهجير آلاف من سكان مدينة حلب إلى المناطق الشمالية قرب الحدود التركية فقد تغرر أن تكون أول دفع من هذه المساعدات والبالغ قيمتها 6.450.000 ريال غطري موجهة إلى أهلنا من سكان مدينة حلب ليعلموا أن لهم أخوة لا يدخرون جهدا في دعمهم بكل ما يحتاجون إليه ولن يخذلوهم بإذن الله أبدا ترجمة نانسي قنقر لمناقشة موضوع الإغاثة الإنسانية والأوضاع الإنسانية في سوريا أرحب بضيفي في الستوديو السيد فيصل الراشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية سيد فيصل أرحب بك معنا وحقيقة حملة سوريا برد وجوع وأغيث نازح حلب أطلقتم هذه الحملة ما الهدف من هذه الحملة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر لكم هذا اللغاء وأسأل الله عز وجل في هذا البرد الغارس أن يمن على أخوتنا في الداخل السوري بدفئه وعطفه ورحمته إن شاء الله أمينا ولا يخفى على أحد اليوم ما تمر به من ظروف قاسية مدينة حلب وسكانها المدنيين العزل من الغصف العشوائي من دمار البنى التحتية من قطع الحياة بشكل كامل وهذا ما دفعهم للفرار للمناطق الآمنة وحسب إحصائيات المجالس المحلية اليوم أن 35 ألف عائلة خرجوا من المدينة بينهم ألفين مصاب تم نقلهم للمشافي التركية ومن المتوقع أن يكون هناك خمسين ألف أيضا سيخرجون خلال الأسابيع الغادمة طبعا إذا سمحت لهم الظروف غطر الخيرية أطلقت هذه الحملة لاستقبال هؤلاء النازحين ومساعدتهم بطبعا المواد الشتوية من المدافع والبطانيات والخيم وطبعا هذه مساعدة عاجلة في هذا البرد استخدمتم في هذه الحملة مواقع التواصل الاجتماعي كيف كانت الاستجابة والردود الفعل على هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأكثر تأثيرا اليوم في مجتمعاتنا والأكبر انتشارا من خلالها يمكن الوصول لكافة الشرائح بشكل سريع وأيضا غياس ردود الأفعال ومدى تفاعل الجمهور معها لذلك تعمدنا دائما خلال إطلاق حملاتنا الإغاثية مشاركة سفراء غطر الخيرية فيها من رياضيين إعلاميين صحفيين لإيصال الرسالة بشكل بسيط وبشكل سريع وغطر الخيرية لها تجربة رائدة من خلال تسويق منتجاتها في الحملات الإغاثية السابقة نعم أيضا الحديث حول الباقات الإغاثية والإغاثة أنتم في الجمعية هل وضعتم باقات إغاثية وما هي طبيعة المواد الإغاثية أو العاجلة التي ستوجه إليها طبعا هناك ثلاث منتجات أساسية تم طرحها وهي سلة غذائية تكفي عائلة لمدة شهر بقيمة 200 ريال أي ما يغارب 54 دولار حقيبة شتوية بقيمة 300 ريال ما يغارب 82 دولار وأيضا خيمة مجهزة لعائلة بقيمة 2500 ريال أي ما يغارب 680 دولار وقد تم ضم بعض هذه المنتجات في باغات ليستفيدون منها كعائلة أفضل من أن تكون فردية نعم قطر الخيرية أعلنت أن تم إرسال 12 شاحنة من المواد الغذائية لحدود السورية التركية حسب ما قلتم من أجل إدخالها لمدينة حلب هل تمت هذه العملية؟ بفضل الله نعم طبعا قطر الخيرية متواجدة في الميدان من بداية الأزمة السورية إلى الآن ونحن سنويا قبل فصل الشتاء يتم تجهيز المنتجات الشتوية من قبل غطر الخيرية في كل من العراق وتركيا والأردن واللبنان وأيضا الداخل السوري طبعا هذه الـ 12 شاحنة بفضل الله تعالى طبعا هي من ضمن الحملة ولكن تم إدخالها بسلام الحمد لله وتم البدء بالتوزيع الآن نعمل على إدخال 24 أيضا شاحنة إن شاء الله وهذه قيد التنفيذة الآن مع أخواننا المسؤولين في تركيا بهدف إدخالها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله سيد فيصل راشد الفهيدة العمل الخيري فيه جزء كبير من العمل التطوعي ماذا عن فريق العمل التطوعي أو المتطوعي الموجودين لديكم وكيف هو دورهم؟ طبعا هذا ليس شيء جديد على شعب غطر وهذا الشعب الوفي والغني عن التعريف في إغاثة الملهوف وفي إعانة المضيوم ومساعدة المحتاجين وإنما هذا حق وواجب تحتمه علينا أخلاقنا إنسانيتنا ديننا ونحن في غطر الخيرية دائما نحرص على مشاركة المانحين والمتبرعين والمتطوعين في كافة إنشطتنا الإغاثية المختلفة سواء كانت في سوريا أو في دول مختلفة يعني العمل التطوعي له دوره كبير معكم نعم أيضا الحديث يمكن شاهدنا وشاهد سيدة المشاهدين لوضاع صعبة جدا على الأرض الواقع وبالتالي نرجو أن تحدثنا عن الأهم البرامج التي يتم العمل عليها الآن في الميدان في الواقع وهل هناك التصال بينكم وبين فرق العمل هناك؟ طبعا غطر الخيرية لها في الميدان موظفين متخصصين في الإغاثة ومفرغين بشكل كامل لتقديم الدعم وتقدير الاحتياج الدائم على مدار الساعة ولنا معهم قنوات تواصل مختلفة سواء كانت عن طريق مكتبنا الرئيسي في الدوحة أو عن طريق مكتبنا الإقليمي في أنقرة وقنوات التواصل معهم مختلفة على مدار 24 ساعة لكي نقدر مدى الاحتياج في الداخل السوري على مدى السنة كاملة يتم وضع خطة في جميع المجالات سواء كانت تعليمية أو طبية أو إغاثية غذائية وغير غذائية سيد فيصل تحدثتم عن الاحتياجات وربما الحديث عن الاحتياجات ما أهم الاحتياجات التي ترونها في قطر الخيرية ترونها ضرورية لأهالي حلب وأهالي السوري طبعا بشكل رئيسي الماء والآمن من كارفانات وخيم تشغيل المخابز الحدودية تشغيل المشافي الحدودية توفير حليب للأطفال توفير المستلزمات الشتوية الطارئة هذه من أهم المنتجات التي نحرص دائما على إرسالها أو توفيرها بشكل عاجل من خلال المحسنين والمانحين في غطر وغيرها تحدثتم سيد فيصل راشد الفيدة عن المانحين والمساعدين وأعتقد ما يحدث في حلب وفي سوريا يعني يهز الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مثل المسلمين في تعاطفهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالساري والحمى في نهاية هذا اللقاء معكم حول العمل الإغاثي ما الرسالة التي توجهونها للمشاهدين حول التضامن مع إخوانهم في سوريا وفي حلب تحديدا؟ طبعا غطر وشعبها كانت ولا زالت وستبغى كعبة المضيوم ولن يتخلف أهلها عن نصرة أخوانهم من أهل حلب وفي سوريا بشكل عام بعد أن استغاثوا وطلبوا منهم المساعدة نشكرهم ونقول لهم جزاكم الله ألف خير طبعا أخواننا المانحين وشعب غطر دائما دائما في الصفوف الأمامية لنصرة أخوانهم لمساعدة أخوانهم وأخواتهم في الداخل السوري أو أيضا في دول مختلفة ونشكرهم ونقول لهم جزاكم الله ألف خير نعم في نهاية هذا اللقاء السيد فيصل راشد الفيدا المدير التنفيذ العمليات بمؤسسة قطر الخيرية أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا للحديث حول الإغاثة ودور قطر الخيرية شكرا جزيلا مشاهدين سوريا برد وجوع وأغيث نازح حلب بهذه الكلمات تختم هذه النافذة شكرا جزيلا على طيب المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة